مدبولي يتفقد مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ويوجه باستكمال ترميم الآثار وتوحيد وجهات شارع المعز قبل يومين من الحدث العالمي انطلاقوا الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشارم الشيخ الهند واليابان تسجلان حصيلة قياسية بإصابة كورونا والصحة العالمية تحذر من وطيرة تفشي المتحور أوميكرون الثالث مساء من القاهرة الواحدة بتوقيت جرانتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقد خلالها عددا من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرس على تكثيف الاجتماعات والزيارات الميدانية الخاصة باستكمال هذا المشروع الحضرية انطلاقا من اهتمام الدولة بتطوير المناطق التاريخية لتصبح مقاصد سياحية متميزة ووجه مدبولي باستكمال ترميم المباني ذات الطابع الأثري بالمنطقة والاستمرار في توحيد الوجهات في شارع المعز لإطفاء هوية بصرية لهذا الموقع الأثري المميز كما وجه بإيلاء أهمية كبيرة بالمساجد الأثرية المتواجدة في محيط ميدان ضرب اللبانة خاصة مسجد السلطان حسن أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية هذا وواصل رئيس مجلس الوزراء جولته في مشروعات التطوير بالقاهرة حيث تفقد موقع تنفيذ مشروع حضائق الفستات لمتابعة موقف الإزالات بها وسير العمل في أعمال التطوير كما تفقد عزبة أبو قرن التي تم الانتهاء من إخلائها بالكامل من المباني العشوائية على مساحة تصل لنحو 28 فدانا تمهيدا لبدء أعمال التطوير بالمنطقة ضمن مشروع تطوير حضائق الفستات وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق في إخلاء حزبة أبو قرن وتسكين أهلها في مشروع حضري يعد إنجازا تاريخيا بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوة كما توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محيط جامع عمر بن العاص لمتابعة المخطط العام لمشروع تطوير هذه المنطقة ضمن مشروع حضائق الفستات ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لترميم جامع عمر بن العاص بالكامل حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذه المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالجهود التي تبدلها اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية في التعامل مع استغاثات المواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم مشددا على أهمية استمرار تلك الجهود تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير مقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستغاثات الطبية حسام المصري ذلك حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات خلال عام 2021 وخلال التقرير أوضح المصري أنه تمت الاستجابة خلال العام الماضي لنحو 7051 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الاستجابات قد شاملت صدور 1748 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجة فضلا عن إجراء 2526 عملية جراحية وإصدار 152 قرار خاص بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة انطلقت ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي تستمر على مدار يومين قبيل انطلاق المنتدى رسميا في العاشر من يناير الجاري تصلت ورش العمل الضوء على أثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة كذلك منظور الشباب لعالم ما بعد الجائحة ومستقبل القارة الإفريقية وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة كما تناقش الورشو التحضيرية تبني السياسات المائية الرشيدة ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية فضلا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان حياة كريمة هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان بينما يجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرين من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في الورش التحضيرية وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد أعلنت بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى إلى مدينة السلام شرم الشيخ منذ أمس حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قرات العالم يشاره إلى أن إدارة المنتدى كانت قد طلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القرات وتم وضع مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم مع بدء العد التنازلي لانطلاق المحفل الثري الشاب انطلقت عدد من الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ ورش تستمر على مدار يومين قبيل انطلاق المنتدى رسميا في العاشر من يناير لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الإفريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة فضلا عن التحول الرقمي والتعليم ومنظور الشباب لعالم ما بعد الجائحة بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المالية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية ولأنها منصة دولية تجمع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل وضعت إدارة المنتدى مجموعة من المعايير لاختيار المشاركين من مختلف دول العالم تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل هذا وتحرص إدارة المنتدى على ضمان التمثيل العادل للشباب من مختلف دول العالم ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذو القدرات الخاصة والمتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة منتدى شباب العالم يتيح مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق أو مشارك بنموذج محاكاة أو ورشة عمل أو حتى افتراضيا خيارات تتنوع في أشكالها وتتحد في أهدافها من أجل تعزيز الحوار وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم وللاقتراب أكثر من المشهد من مدينة السلام شرم الشيخ وما يحدث الآن على أرضها ينضم إلينا مباشرة من هناك كريم ببرس مراسل التلفزيون المصري يعني كريم أوصف لنا الأجواء لديك وأيضا الاستعدادات ووصول الوفود وماذا يحدث الآن على أرض شرم الشيخ نعم منذ أمس وأول أمس وصلت الوفود المشاركة هنا في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ليشاركوا كما ذكرتم في معظم الورش وربما كل الورش التي سيتم عرضها ومناقشتها خلال الأيام القادمة التي ستبدأ من العشر من يناير وحتى الثالث عشر من يناير هذه طبعا ورش العمل المختلفة بها عدة مواضيع منها مواضيع تنموية سواء تنمية اجتماعية أو غيرها من التنمية المستدامة أو حتى ورش عمل خاصة بجائحة كورونا وتبعات جائحة كورونا أو ورش خاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا زاد وكل ما هو متعلق بالمستقبل والحاضر وربط الحاضر والمستقبل سويا هذه ربما نظرة عامة عامة سيعرضه المنتدى ولكن كما ذكرتم بالفعل فسيشارك في المنتدى يعني العديد من الدول الأجنبية والوفود من الدول الأوروبية والدول الأسيوية والدول الأفريقية وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية كله نشارك في مجاله وفي تخصصه أو حتى في موضوع هام لمطروح للنقاش ربما هو هاوي لهذا الموضوع نتحدث أيضا عن إجراءات خاصة متعلقة بفيروس كورونا والحد من انتشار فيروس كورونا منها بالطبع التنبيهات الدائمة على الوفود بالتزام بالتباعد الاجتماعي وأيضا تنبيهات على ارتداء الكمامات حفاظا على الوفود من انتشار فيروس كورونا وأيضا بما يتعلق بفيروس كورونا هناك هذا الاختبار السريع والرابد تاست الذي يعرض عليه جميع المشاركين في المنتدى قبل دخولهم لمركز المؤتمرات أو حتى بالطبع قبل دخولهم للفنادق للتأكد من عدم وجود أي شبهة خاصة بفيروس كورونا إذا تحدثنا على ما يطلق عليه الورش التحضيرية أو هي الورش التي ستكون قبل بداية المؤتمر والتي بدأت اليوم بالفعل وستكون أيضا غدا اليوم بالطبع هي الأهم الأهم الورشة الأهم هي الخاصة بفيروس كورونا وتبعات فيروس كورونا والتحول الرقمي والتواصل الرقمي ومن الممكن تطبيق هذا بالطبع عن طريق التواصل على هذا التطبيق الإلكتروني الخاص بالولد يوث فورم أو منتدى شباب العالم عن طريق أن من الممكن أن يتواصل عدم القادرين على الحضور عن طريق عرض أسئلاتهم المختلفة هذه النقطة أما النقطة الأخرى أيضا هناك خلال دخول المنتدى هناك طريقة خاصة لدخول المنتدى وهو عن طريق بعد التسجيل يوجد هذا الكود الرقمي الخاص وهذا الـ ID الخاص بما يستطيعون من خلالها الدخول عبر بوابة إلكترونية للتأكد من صحة هذا التصريح واستعطم له حضور المنتدى خلال النقاش مع بالطبع الوفودة الذين حضروا اليوم هذه الورش التحضيرية كان هناك ورشة خاصة عن حياة كريمة مبادرة حياة كريمة وما الذي قدمته حياة كريمة لبالطبع مصر والشعب المصري بشكل عام كان هناك بالفعل بعض الإعجاب من الوفود أو الشباب والشبات الذين حضروا هذه الندوة بحياة كريمة وكيف من وجهة نظرهم أنها أثرت بالفعل في حياة المواطن المصري وكيف سيتؤثر أكثر بالطبع بعد انتهاء بالطبع سنتابع سويا هذه الندوات وورش العمل اليوم وغدد التحضيرية وبالطبع باقي الندوات على مدار الأسبوع كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري أوفيت بهذه المعلومات الكافية وبالفعل هي أجواء غنية على هذه الأرض أرض السلام شرم الشيخ شكرا لك أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملي لفقه العيش المشترك بما يجمعه من شباب يأتون من مختلف دول العالم على اتساع دياناتها وثقافاتها بما يؤكد إيمان مصر الراصخ بحق العيش الإنساني المشترك واحترام أدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أشار وزير الأوقاف إلى أن المنتدى يتسع للمختلفين ديانة وثقافة وجنسا ولونا ولغة ليتلقوا يلتقوا معا على أرض الكنانة ذلك في إطار إيمانها الكامل بنظرية الاختلاف والتنوع كما أكد جمعة أن مثل هذه المنتديات والملتقيات تعزز نظرية التقارب وتعارف الإنسانية من خلال تبادل المعارف والخبرات والثقافات والوقوف على ما وصل إليه خيرة شباب العالم في مختلف المجالات نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة احتفالية تسليم شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر يأتي ذلك أيضا تتويجا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية اعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم ارتفاع مجمل الإصابات بكورونا إلى 35 مليون و370 الف حالة يأتي ذلك بعد تسجيل أعلى عدد من الإصابات منذ نهاية مايو وبلغ حوالي 141 ألفا وتسعمائة وست وثمانين حالة وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 483 ألفا وأربعمائة وثلاث وخمسين وفاة بعد تسجيل 285 وفاة جديدة أعلنت توكيو تسجيل نحو 1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى عدد يومي تم تسجيله منذ 11 سبتمبر الماضي بالفعل يأتي ذلك مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بأوميكرون بسرعة في اليابان حيث تدرس الحكومة اليابانية إعطاء جرعات لقاح مضادة لكورونا للرياضيين والمسؤولين في البلاد ذلك قبل انطلاق أولمبياد بكين وأولمبياد الخاص لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة دكتور درقاوي يعني بعد التحية كيف تقرأ هذه الأعداد المتزايدة للإصابة بالمتحور أوميكرون والاستعدادات الخاصة للأنظمة الطبية في دول العالم مرحبا شكرا لكم شكرا لفضلاتكم في الحقيقة بالنسبة لارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون هي نتيجة طبيعية لشدة انتشاره نحن لم نكن نتصور أنه سريع الانتشار لهذه الدرجة منذ حوالي شهر واسبوعين لم يكن هناك أي حالة أوميكرون في فرنسا والآن كل النتائج التي وقعتها اليوم للPCR الذي خرجت كانت تسعين إلى خمسة وتسعين بالمئة منها أوميكرون دلتا الذي يكون هناك سوى حالة أو حالتين وهناك بعض الحالات التي لا نستطيع التنيز بين أن الحمد الفيروس يكون خطيسا لا نستطيع لكنها مإيجابية إذن استرعت الانتشار يجب أخذها بعين الأكبار في أي بلد يصل إليه أوميكرون إذا كان يوصل إلى اليابان وعندهم 1600 حالة يوميا فتوقع يزيد ويسيطر بشكل مؤكد فلذلك مرة أخرى تعود لجراءات التحضير ومقاومة أوميكرون تابعة لكل دولة لمدى شاهزية التواقم الطبية مدى عدد الأسرة في المتاحية عدد الأسرة في العناء المشدد علما أن أوميكرون يتجللنا رويدا رويدا ويوما بعد يوم أن الإطابة به أقل خطورة وإن كنا لم نحصل على دراسات مؤكدة لكي تكون المعلومة قاطعة ولكن يضبط أنه يعني دكتوريات فيما يتعلق باللقاحات وبهذا تكون الإطابة أخف ولكن عدد الإطابات الشديد الذي نراه هو الذي يخيفنا صحيح يعني عدد وحد من الإصابات ومعدلات الإصابة الكبيرة هو الأكثر خطورة لكن سؤالي لك لو تسمعني لو تسمعني يعني المعدلات تسداد يوما بعد يوم لكن السؤال الآن الذي يدور في أذهان ملايين من البشر إلى أي مدى اللقاحات المتوافرة الآن قادرة على منع والحد من توسع انتشار المتحور أوميكرون وهل نحن بحاجة إلى جرعات جديدة معززة بالنسبة للانتشار لقاحات الموجودة حاليا هذا شيء واضح بالنسبة لنا هي تحفل إنسان تحفل عنه الإصابة الشديدة هذا شيء جيد لقاح ثلاث عنه الإصابة الشديدة لكن منع الانتشار يعني ليس تتفق عليه حقيقة يعني طبعا ليس كالإنسان غير الملقاح نهائيا ولكن عمليا عندما يلتقي إنسان مع إنسان آخر ولو كانوا ملقاحين وأحده ما يحمل البيروت فهناه احتمال كبير أن يقوله لشخص الآخر بالنسبة لجرعة الثالثة لا شك أنها تقلل من نسبة الانتشار أيضا لكنها لا تدوم سوى لشهرين يعني فنحن لا نستطيع أن نعطي الإنسان كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر أو حتى كل أربعة أشهر كما هو الحال حاليا بفرنسا يعني يحاولون أن يصدروا قانون البطاقة السوقيحية التي يجب أن يأخذ الإنسان وصل لها اللقاح كل أربعة أشهر يعني لا أعرف إذا كنا نستطيع أن نبقى هكذا سنين عديدة بهذا التواتر من أخذ اللقاح لأنه موضوع يعني ليش سهلا ما هي الإجراءات التي يعني يجب أن نتخذها برأيك وهل يعني تعتقد أنه الفترة المقبلة سوف نشهد مزيدا من الإغلاقات وإجراءات مشددة أكثر فيما يتعلق بحظر التنقل من مكان إلى آخر تحديدا في القرى الأوروبية في القرى الأوروبية الآن الأوميكرون منتشف في كل مكان فتحديد الانتقال بين مكان إلى آخر لن يفيد يعني بالنسبة لمنع الانتشار مرة أخرى كل شيء معتمد على شدة الإصابة متى عند اللحظة التي نحصل عليها على عدة دراسات مؤكدة يعني متضافرة إحداهم مع الأخرى بأن الإصابة أقل شدة تنقل ننجأ للإجراءات أخص يعني نسبيا إذا كانت فعلا الإصابة أقل شدة خطورة كل هيئة يعتمد على هذا في الحقيقة إذا كانت الإصابة منذ الآن أقول لكم إذا كانت الإصابة فقط نصف خطورة فالموضوع خطورة جدا يعني لا نستطيع أن ندرك الانتشار يعني الانتشار يستمر بهذه الطريقة وسوف ننغلط كل شيء لكن نسب الوفيات حتى الآن دكتور رياض مثلا بست مرات أو ثمان مرات فمن الممكن التعايش معه على كل حالة ليس هناك أي حل حاليا صحيح ليس أي حل لا باللقاح ولا باللقاح السؤال الأخير لك فيما يتعلق بنسب الوفيات حتى الآن كيف تقيم هذه النسب الوفيات جراء انتشار أوميكرو بالنسبة لفرنسا هذه الاحثيات التي أنا على أطلع عليها يوميا عندنا حوالي 200 وفا وسطيا أقول في اليوم لكن معظمها نتج حاليا نتج حاليا عن المتحور دلتا لأنه عندما جاء أوميكرو كنا في قمة الإصابات في المتحور دلتا فلا أعرف بالضغط كم عدد الوفيات التي نستطيع أن نعطوها لأوميكرو وذلك لأدت أسباب أهمها أنه عندما يأتي الإنسان إلى المشفى حاليا ولكي نعمل بما أنها العدد كبير للانتشار لا نستطيع أن نعمل ونتأكد من أنه أوميكرو 100% فهناك من يدوث قبل أن نستطيع أن نعمل هذا الفحص الأخير الذي يؤكد لنا أنه أوميكرو بكي نستطيع أن نحصل على إجابات دقيقة فهذا الموضوع يحتاج قليلا للوقت حوالي أسبوعين وأعتقد أنه ستكون عندنا الصورة أكثر وضوحة ونستطيع أن نجيب لكن حاليا سبقا لا تستطيع إجابة دكتور رياض هل من المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الصحة قريبا على بعض الأقراص الخاصة التي سوف تنتجها شركة فايزر للعلاج وتفادي الإصابة بكورونا بالنسبة بأي دولة أصدقى بأوروبا أو أين عالميا يعني شركة فايزر في طريقها لإنتاج دواء متخصص للعلاج دواء يتم تناول يعني عبر الفان حاليا الدواء الذي يعني أصدرته شركة فايزر أو شركة ميرك حتى هو دواء يأخذ يعني في بداية الإصابة ولكن ليس عند كل الناس هو عند كل بعض الناس الذين هم عندهم المناعة مقفضة أو هم كبار بالعمر لا يمكن تعميمه على كل الناس لم تجري دراسة كاملة لكي نستطيع أن نقول أننا نستطيع نعطيها لكل شخص يعني ولكن قد يكون هذا من الأمور التي سوف نلجأ إليها إذا كان يعني في المستقبل رأينا أن أوميكرون خط يعني خطير ولو بعد فترة يعني مثلا بعد شهر تأتي الإصابات الشديدة لنفرض فمن الوقت عندها سوف نتحد كل الإجراءات اللازمة ومنها الإلاج بالأدوية فحاليا يعني حقيقة الصورة غامضة بالنسبة لإلاج بالأدوية التي لا تقضى عن طريق الوريد يعني الأدوية التي تختصت صمويا ولا نستطيع أن نعمم هذا بشكل عام بفرنسا العدد قليل التي نعطيهم يعني عدد الناس المصابين الذين يأخذون أدوية سبايدر هي قليلة حاليا لذلك لا أستطيع مرة أخرى أن نجيب بشكل واضح عن هذا السؤال دكتور نياد برقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك قال وزير الخزانة الأسترالي أنه أصيب بفيروس كورونا لينضم بذلك إلى مجموعة من كبار المسؤولين بالحكومة الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتجاوز عدد الإصابات اليومية 100 ألف لأول برة مع انتشار المتحور أوميكرون ورصدت البلاد حوالي 1165 إصابة جديدة متجاوزة بكثير عدد الإصابات المسجلة أمس والتي تجاوزت 78 ألفا بقليل وكانت معظم الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا الأعلى من حيث عدد السكان والتي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وولاية نيو ساوث ويلز كما سجلت أستراليا 25 وفاة جديدة مرتبطة بكورونا وهي أعلى حصيلة منذ تفشي المتحور ديلتا في أكتوبر 2021 أعلنت خلية الإعلام الأمنية اليوم عن قتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديها ذلك خلال مداهمة لأحد الأوكار شمالية بغداد وذكر بيان لخلية الإعلام أن قوة مشتركة من اللواء 59 فرقة مشاه السادسة وقيادة عمليات بغداد قد نفذت عمليات مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية وأتابع البيان أن القوة الأمنية المشتركة تمكنت خلال العملية من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه مبين أن العملية الأمنية مزالت مستمرة أعلن الجيش اليمني انطلاق المرحلة الثالثة من تحرير محفظة شبوة عبر استهداف مديرية عين بالاشتراك مع قوات العمالقة يأتي ذلك بعد انتهاء مهلة الست ساعات التي منحت لقوات الحوثي للانسحاب منها وذكر الجيش في بيان أنه خلال الساعات الماضية تمكنت قوات الجيش وألوية العمالقة من تحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة اليمنية موضحا أنه ستبدأ حملة جوية وبرية مركزة بالتنصيق مع تحالف دعم الشرعية ضد قوات الحوثي في مديرية عين بهدف طردها احتجزت السلطات في كازاخستان كريم ماسيوموف قائد لجنة الأمن الوطني السابق ومسؤولين آخرين ذلك للاشتباه في الخيانة حسب ما ذكرت لجنة الأمن اليوم استعادت قوات الأمن السيطرة على شوارع المعات المدينة الرئيسية في كازاخستان أمس بعد عنف دام لأيام وقال رئيس البلاد المدعوم من روسيا أنه أمر قواته بإطلاق نار في مقتل لإخماد انتفاضة عامة أرجى كازاخستان أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية في كازاخستان استيناف حركة قطارات الركاب في البلاد وقالت الشركة أنها فتحت منصة رقمية لشراء تذاكر السفر بدون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت وكانت حركة السكك الحديدية في كازاخستان قد تعطلت جراء الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا أفدت السلطات الروسية بوصول قوات روسية إضافية إلى مطار الماعطة في كازاخستان في إطار مهمة المنظمة معاهدة الأمن الجماعية ذلك لحوض السلام في كازاخستان على خلفية موجة الاحتجاجات الأخيرة وكان رئيس كازاخستان قاسم توكايف قد لجأ إلى المنظمة طالبا للمساعدة بعد أيام من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنفن هذا وقد أعلن الكريملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديميل بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم توكايف أجري محادثات هاتفية طويلة وجاء في البيان أن الرئيسين تبادل وجهة النظر حول التدابير المتخذة لإعادة النظام في كازاخستان وأضف البيان أن الرئيسين ناقش وضع الأزمة في كازاخستان واتفق على البقاء على تواصل دائم وفقت الولايات المتحدة على المغادرة التوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير ضروريين وأفراد أسرهم من القنصلية العامة في مدينة المآتة بكازاخستان وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المواطنين الأمريكيين في كازاخستان عليهم أن يدركوا أن الاضطرابات قد تؤثر بشدة على قدرة السفارة الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون كازاخستان بحثت الولايات المتحدة والسويد المخاوف المشتركة بشأن الحجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان اليوم خلال اجتماع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شورمان ووزيرة الخارجية السويدية أن ليندي وأكد الجانبان بحسب البيان التزامهما المستمر بمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك البناء على الجهود لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز الأمن الإقليمي بالإضافة لتعزيز الديمقراطية أظهر مقطع لفيديو التقطته طائرة بدون طيار في ولاية واشنطن مشاهد الفيضانات الغزيرة التي أثرت على الولاية وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة وتعد هذه الفيضانات من بين الأكثر تسببا بالضرر منذ أكثر من عقد في المنطقة بعد تسببها بتشريد مئات الأشخاص في ظل القطاع الكهرباء عن 50 ألف شخص على طول الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية مصرع 16 شخصا على الأقل بعدما علقوا داخل سياراتهم خلال عاصفة تلجية في مدينة موري الجبلية الواقعة شمال باكستان وأضافت الداخلية الباكستانية أن قوات الجيش تحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين أفد مركز شبكات الزلزال الصيني بوقوع زلزال بقوة 6.9 درجة في محافظة مينوان بمقاطعة شينجهاي شمال غربي الصين وأضاف المركز أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 10 كيلو متر بينما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سهاج عن انطلاق قوافل طبية على مدار يومين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات الطبية المجانية تستمر القوافل على مدار يومين وتشمل تسع تخصصات طبية متنوعة وصيدلية ومعامل للتحليل وخدمات تنظيم الأسرة ذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمشاركة عدد كبير من الأطقم الطبية والمعاونة عندي في القفلة تسع تخصصات بطنة وأطفال ونسة وجراحة ورمض وجلدية وعظام وأسنان وتنظيم أسرة كل الخدمات بتقدم مجاني سواء كشف أو علاج أو أشعة أو معمل تحليل عندي عمالين تحليل منفصلين معمل للتفائليات ومعمل للدم كمان بتقدم ندوات توعية لأهالي القرية داخل القفلة عندي في القفلة تسع تخصصات بطنة وأطفال ونسة وجراحة ورمض وجلدية وعظام وأسنان وتنظيم أسرة كل الخدمات بتقدم مجاني سواء كشف أو علاج أو أشعة أو معمل تحليل عندي عمالين تحليل منفصلين معمل للتفائليات ومعمل للدم كمان بتقدم ندوات توعية لأهالي القرية داخل القفلة وصلت القفلة الطبية المجانية أعمالها بمدينة أبوزنيم بمحافظة جنوب سيناء لتوقيع الكشف والفحص الطبي على أهالي المدينة والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية إلى جانب صرف العلاق بالمجان ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بهدف الوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا في تلك المحافظة أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مجبولي بما يتم تنفيذه من نقلة حضارية بمشروعات تطوير القاهرة وخلال متابعة موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان عاصم الجزار وأشار خلاله إلى أن المشروع بدأ العمل بها في مارس 2021 وتصل نسبة تنفيذه إلى نحو 65% من المقرر الانتهاء منه بحلول مارس 2022 وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء عددا من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالعمارات الجاري إنشاؤها بالمنطقة والتي على مستوى كبير من التنفيذ والتشطيبات أعلنت وزيرة التضام الاجتماعي نيفينا قباج أن الوزارة قد وافقت على عدد 1472 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 31 من ديسمبر من العام المنقضي 2021 وارد لعدد 340 جمعية وبلغ إجمالي المنحة 2.5 مليار جنيه مصري وارد من 507 جهات مانحة وأعلنت أكباج أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنحة الجمعيات المركزية حيث بلغ عدد المنح الموافق عليها 972 منحة بإجمالي حوالي مليار ونصف جنيه مصرية مضيفة أن محافظة القاهرة قد احتلت المركز الأول على مستوى المحافظات في الحصول على المنحة حيث حصلت على 199 منحة تلاها محافظة الجيزة بالحصول على 68 منحة وتحتل المركز الثالث محافظة السيوت التي تصدرت محافظات الوجه القبلي بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد للعام الحالي وذلك بهدف توعية المواطنين بشأن توجيهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي وبدورها في تحقيق رؤية مصر 2030 في هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن كافة الخطة التنموية التي تتبنىها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة اتصاقا مع رؤية مصر 2030 مشيرة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة طلقت وزارة الموارد المائية ورأي تقريرا بشأن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل التراع وأعمال تأهيل المساقي وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3838 كيلو مترا بمختلف المحافظات ولفتها إلا أنه جار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4138 كيلو مترا بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2760 كيلو مترا تمهيدا لترحيها للتنفيذ ليصل بذلك إجمالية الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 10682 كيلو مترا مع ترحي أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلو مترا يتي ذلك بينما أوضحت الوزارة أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية تعد جزءا من أهديف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 ما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد منها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا يسلط الضوء على حصاد قطاع الأوقاف خلال عام 2021 استعرض التقرير جهود نشر الفكر الوسطي وتجديد الخطاب الديني في مختلف الاتجاهات والمحاور مشيرا إلى تسارع خطى الدولة للنهوض والارتقاء بقطاع الأوقاف في إطار مسئولياته الدينية والدعوية والاجتماعية والتنموية والتكافلية وعمارة المساجد وهي المسئوليات التي تدعم فلسفة الدولة الشاملة في إعادة بناء الإنسان المصري على الأصعدة كافة وتجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين عقد محافظ جنوب سيناء خالد فوداء اللقاء الشعبي للحوار المجتمعي لتطوير وتنمية منطقة الرويسات تحت شعار دائما مصر أولا ذلك خلال اللقاء أكد محافظ جنوب سيناء أنه سيتم نقل المنطقة نقلة حضرية والعمل على تحويلها لمنطقة راقية وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن في ظل الجمهورية الجديدة هذا وقد استعرض اللقاء شرحا مفصلا لمخاططة تنمية عمرانية بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ والذي يشمل مناطق إسكان مختلفة لأكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية ومئة وعشرين منزل بدويا كمرحلة أولى ومرافق ومدارس تعليم أساسي وثانوية وخدمات مختلفة أطلق بحافظ قنى أشرف الدويدي إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2022 بمصنع سكر قوس يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبدلها الدولة لزيادة معدلات الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وصولا للاكتفاء الذاتي خاصة في مجال المحاصيل السكرية وذلك وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 لتأمين احتياجات المواطن من السلع والمنتجات الغذائية تضع القيادة السياسية تنمية سيناء على رأس أولوياتها إيمانا منها بأهميتها الاستراتيجية ففي خلال السنوات السبع الماضية شهدت سيناء نهضة ضخمة في كافة المجالات وأشار تقرير لوزارة التعليم العالي إلى أن الوزارة لديها 37 مشروعا في سيناء بتكلفة تبلغ 13 مليار جنيه من أبرزها تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه إضافة إلى أنه يجرى إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء وهو فرع جامعة السويس أبورديس أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة وأضافت الوزارة أنه في هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة والحلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى هذا وتناشد مصر كافة الأطراف العمل على اختيار رئيس لوزراء انتقالي توفقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السبول الممكنة تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مريم فخر الدين التي تعد واحدة من أشهر نجمات السينما وأقربهم إلى قلوب الجماهير فأطلق عليها عدة ألقاب أبرزها حسناء الشاشة موسيقى موسيقى في فنون الخط العربي يتجلى المبدعون في رسم الحروف العربية بتفصيلها المبهرة والمعقدة وإلى عبد الكريم الرمضان خطات عرقي موهوب خطف الأنظار بفنه الجميل وبحروفه العربية الرشيقة بهذه الريشة وزجاجة الحبر الصغيرة تلك يبدأ عبد الكريم قطعا فنية رائعة من الخط العربي وائل عبد الكريم الرمضان خطات عراقي موهوب يخطف الأنظار بفنه الجميل الذي يحاول أن يحافظ عليه بعد أن تخلى عنه الكثيرون فمنذ نعومة أظفاره وكان وائل يجلس جنب والده أثناء رسمه الحروف العربية بتفاصيلها المبهرة والمعقدة وكان دائما ما يحاول تقليده والسير على ضربه وعلى مدى الثلاثين عاما الماضية لم يتخلى عن موهبته بل وزاد تمسكه بها رغم الظروف من كنت صغير كنت أقعد يوم والدي الحقيقة فأشوفه يعني يخط بالحروف يخط كلمات يخط كذا فحبيت هاي المهنة يعني حاولت أنه أقلد يعني كلما مثلا يقوم من مكانة أنا أقعد في مكانة أحاول أستخدم صح كانت الأقلام مشوية صعبة علي فكدت أستخدم ألوان الماجيك اللي مخطوطة يعني قطة الخط ولم يكتف الفنان العراقي بالموهبة فقط بل أسقلها بالدراسة فعندما بلغت 19 من عمره درس الخط العربي ليعمل بعدها معلما للخط في مدرسة بالبصرة كما شارك الرمضان بعماله التي أبدعها في أكثر من 60 معرضا داخل وخارج العراق وخلال مسيرته الفنية المبدعة أبدع ما يزيد على 350 لوحة فاز كثير منها بقوائز من عدة دول إذا يبقى هذا الحال يعني على الوضع لا رايحين الفن الخط العربي للهاوية إذا يبقى على هذا الوضع إذا ماكو عين عليها يعني ماكو اهتمام به من ناحية المسؤولين والناس المعنية بالشيء لا أنا أقول لك يعني يروح كمنظمة كفن عالمي كفن إسلامي روح للهاوية فن مبهر يسر أعين الناظرين يبدع فيه وائل رمضان أروع اللوحات بالخط العربي الذي ما زال يهبه الكثير من وقته وحياته في محاولة منه للحفاظ على إرس والده وأمجاد أجداده رياضيا توجهت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لانطلاقها غدا هذا وسيلعب المنتخب الوطني الأكثر تتويجا بالبطولة في سبع نسخ سابقة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو حيث سيستهل مشواره في البطولة بلقاء قوي أمام نظره نيجيري الثلاثاء القادم في مدينة جاروال كاميرونيا ختام نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز العنوين مدبولي يتفقد مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ويوجه باستكمال ترميم الأثار وتوحيد وجهات شارع المعز قبل يومين من الحدث العالمي انطلاق الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ الهند واليابان تسجلان حصيلة قياسية بإصابات كورونا والصحة العالمية تحذر من وطيرة تفشي المتحور أوميكرون إذن انتهت الثالثة نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين في أمان الله اشتركوا في القناة